السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المشاهد وعمرك سألت نفسك السؤال ده ليه الارض ما تشرفش الدم مع ان سبحان الله اي سوائل غير الدم الارض تمتصع عادي بدون اي مشكلة ايا كالنوع التربة دي ايه سواء باطنية رملية صخرية اعمل اختبار بسيط كده على اي نوع تربة من دول وكب شوي الدم وعلى نفس الطربة في نفس المكان هات مثلا اي سائل وكبه على نفس المنطقة مستحيل الارض تمتص الدم وهتمتص السائل اللي انت فضيته عليها عادي خالص بدون اي مشكلة طيب ايش معنى الدم بالذات يعني ليه الدم بالذات الارض ما تمتصهوش ان شاء الله انا هقولك على سبابين هنعرف من خلالهم ليه الارض مش بتشرف الدم منهم سبب ديني او بمعنى صح نقدر نقول عليه سبب روحاني والسبب التاني علمي بحت وعشان كده ياريت تكمل معايا الفيديو ده للنهاية ولو لسه اول مرة تشوفني ياريت تشرفني مشتراكك في القناة وياريت بقى تدعمنا بالضغط على زر لايك وقولولي في التعليقات حابين نتكلم عن ايه في المواضيع التانية ان شاء الله وفي الفيديوهات الجاي وكمان تعالوا نقض فضل الصلاة على رسول الله ونقول كلنا مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بص عزيزي خلينا نبدأ كده بالسبب الديني وهو معروف لمعظم الناس وهي قصة سيدنا ادم مع اولاده لما قابيل اتل اخوه هذيل فجيه سيدنا ادم يسأل على ابنه وقالوله اتله اخوه فسيدنا ادم رده قال لهم طفين الدم قالوله ان الارض شرفته فهنا بقى سيدنا ادم دعا على الارض وقال لعن الله ارضا شرفت من دم ابن ادم ومن يومها بقى معروف المعتقد عند معظم الناس ان الارض ما بتشرفش الدم عشان خاطر كده بسبب دعوة سيدنا ادم على الارض بس خلينا اصدمك يا عزيزي المشاهد واقولك ان الرواية دي مشكوك في صحتها ومش مؤكدة لانه قد روى ابو داود عن ابن عباس ان رجلا لعن الريح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لا تلعنها فانها مأمورة وانه من لعن شيئا ليس باهله رجعت اللعنة عليه صححه الالباني في صحيح ابن داود يعني معنى الحديث كده باختصار يا عزيزي ان اي حد فينا هيلعن اي حاجة مش ملعونة اللعنة دي هتترد عليه يعني باختصار كده الحديث دا بيضعف رواية ان سيدنا ادم لعن الارض دا كده باختصار السبب الديني اما السبب العلم بقى وسبحان الله انت يا عزيزي هتستعجب من عظمة الخالق الدم مش مجرد سائل في جسمك بين اللوكسيجين والبروتينات وبس لا الموضوع اكبر مما تتخيل دا الدم دا عبارة عن مركب فيه شوية حاجات اولهم كده القراط الدم الحمرة قراط الدم الحمرة دي وظيفتها هي نقل الاكسوجين من الرئة لكل خلال جسم وترجع تاني بساني اكسيد الكاربون مرة تانية عشان يخرج في الزفير كمان الدم فيه قراط دم بيضة ودي الجيش بتاع الجسم لانها بتحارب البكتيريا والفيروسات واي جسم غريب يدخل اكسامنا كمان الدم موجود فيه صفائح دموية هي صغيرة ولكن درها مهم جدا لانها المسؤولة عن تجلط الدم لو حصل اي جرح عشان النزيف يقف في اسرع وقت وجسمنا ما يخسرش دم كتير واخر حاجة هي بلزمة دم وهي عبارة عن سائل اصفر ودي مهمتها نقل المواد الغذائية زي الجولوكوز والاحماض الامنية والهرمونات والاملح المعدنية ومخلفات الخلايا وهنا نفهم ليه الارض مش بتشرب الدم لان الدم اصلا مش سائل عادي ده عبارة عن جزيئات كبيرة اكبر من جزيئات الارض نفسها فصعب على الارض امتصاص الجزيئات دي كمان الدم فيه اجسام سايتولازمية والمادة دي اول ما تخرج للهوة بتبدأ ان هي تتكسر وتتجلط وتتحول لخيوط تمنع تصرب الدم ويبقى صعب على الارض تمتصها وهنا نفهم ليه لما بيحصل اي جرح في جسمنا الدم بينشف على الجرح في وقته يصير ويوقف النزيف وده كله سبحان الله بسبب تكوين الدم نفسه ومش هنقدر نقول غير سبحان الله سبحان من خلق وابدع وكده عرفنا ليه الارض مش بتشرب الدم فلو وصلت معي للنقطة دي باكيد الفيديو عجبك ياريت بقى تدعمنا بالضغط على زر لايك ولو لسه مشتركتش في القناة ياريت شرفنا باشتراكك وولولي في التعليقات حابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية ان شاء الله وانتظروني بإذن الله في مواضيع تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة